صحيح صونم كابور مريضة مع الأسف من وعمرها 17 سنة وصونم كابور بتعاني من مرض السكري لذلك فهي مواضبة دايما على تناول الأدوية وتتبع نظام صحي حتى تسيطر على مرضها حتى الممثل المعروف كمال حسن والممثل الباكستاني فواد خان والمغني نيك جونس زوج الممثلة بريانك شوبرا هما كمان بيعانوا من مرض السكري وبالمناسبة وبناء على طيباتكم رح يتم عرض فيلم صونم الناجح رانجانا يوم الأربعاء 17 نوفمبر على الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السعودية ما سبب وفاة عرفان خان الراحل عرفان خان أصيب بمرض السرطان واللي مع الأسف أنهى حياته في عمر 53 سنة يوم 29 أبريل 2020 وآخر فيلم قام ببطولة الراحل عرفان خان هو أنجليزي ميديام واللي صدر في مارس 2020 لكن بسبب الوباء وغلق السينمات تم نقل عرضه للأنترنت وبالمناسبة عندكم فرصة لمشاهدة هذا الفيلم يوم الخميس 18 نوفمبر على الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وكمان عندكم فرصة لمشاهدة الجزء الأول لهالفيلم اللي صدر سنة 2017 تحت عنوان هندي ميديام يوم الأربعاء 17 نوفمبر على الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وهالفيلم يعتبر من أنجح أفلام عرفان وخلق مفاجأة كبيرة بعد عرضه لأنه رغم أنه ميزانية الفيلم كانت ضعيفة جدا وهي بس 2 مليون دولار إلا أنه حقق مبلغ 44 مليون دولار في شباك التذاكر واللي اعتبر رقم خرافي كمان هالأسبوع رح يعرض الفيلم الناجح ستريب يوم الجمعة 19 نوفمبر على الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ولرغم أنه ميزانيته كانت بس 2.5 مليون دولار لكنه حقق إرادات تعدت 24 مليون دولار